في اللحظات الأولى لشروق الشمس تبدأ تلك الألواح في استقبال أشعتها إنها منطقة بمبان بمحافظة أسوان جنوبي مصر والتي تعد من أكثر المناطق سطوعا للشمس على مستوى العالم وعلى امتداد مساحة تقدر بنحو 37 كم مربع أقيم هذا المشروع العملاق بتكلفة بلغت نحو 3 مليارات ونصف المليار يورو هي ترتبها نمرة 4 على مستوى العالم إذا وصيت على القدرات المركبة فيها ولكن لو أخدت في الاعتبار الكفاءات العالية بتاعة وحدات المستخدمة الترتبها يبقى أحسن كده قوي وإحنا على فكرة لازال هناك مجال لرفعها إلى 2000 ميجا وإحنا شغالين البنية الأساسية الموجودة في هذه المنطقة جاهزة لاستقبال الطاقة الكهربية المنتجة بدون أي إضافة فيها المشروع يأتي ضمن خطة مصر الاستراتيجية لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والتي تأتي محافظات الصعيد في مقدمة المناطق المؤهلة لتنفيذها وقد ساهم التوسع في تنفيذ تلك المشروعات في تطوير الصناعات الكهربائية خاصة في شركات القطاع الخاص التي تلعب دورا رئيسيا في تنفيذها كل مواد التي تستخدم في الربط الكهربائي أو في إنتاج الكهربائي أكثر من 80% تصنيع محلي وده شيء يجعلنا مركز المنطقة بس في الكهرباء بس حتى في التصنيع ويعد مشروع مجمع بنبان نموذجا لهذه الفكرة حيث تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة هو واحد من أكبر مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية حول العالم هكذا تقول الإحصاءات الرسمية لكن وإلى جانب ذلك يلعب المشروع دورا محوريا في تنمية المجتمع المحلي ورفع كفاءة الشركات المصرية المشاركة والارتقاء بمستوى المهندسين العاملين في الشركات المنفذة ويعمل في هذا المشروع حاليا نحو 6000 أغلبهم من أبناء الصعيد كما تم تخصيص 10% من أرباح الشركات المشاركة للمسئولية المجتمعية غادة مهندسة من أسوان تخرجت عام 2017 وبعد عام واحد التحقت بالعمل في المشروع لما تشتغل في حاجة مشروع قومي زي ما احنا بنقول وتبزل فيه الطاقة دي وتشوف الاستفادة منها طبعا لها أحساس تاني وحماس تاني وكل يوم جديد وكل يوم تحدي جديد دي حاجة يعني تدعو للفخر قبل أي حاجة وتهدف مصر إلى التوسع في الاستثمارات في مجال الانتاج القهربائي وتسريع وطيرة الربط مع دول الجوار خلال السنوات المقبلة سمير عمر سكاي نيوز عربية منطقة بنبان أسوان